لا تقتصر إنجازات الرياضة الأردنية على النجوم الأولمبيين بل سيكون للحكام الأردنيين بصمتهم من خلال رياضتي التايكويندو والجنباز نحكي أكثر معنا حكم التايكويندو أيمن العداربة بسهل الخير وأهلا وسهلا فيك كبتر بسهل الخير أهلا فيكم شكرا جزيلا أهلا خلونا نشوف الصفرة الأردنية في أولمبياد باريس في سطور كبتر يعني إنجازاتك ما شاء الله عديدة وإنت نقدر نقول مش أفضل حكم في العالم مش بس في الأردن الوجود في أولمبياد باريس هو سطر جديد في مسيرتك الطويلة كيف التحضير لهذا الحدث؟ أول شيء شكرا لكم جزيلا على هذه الاستضافة الاستعداد لأولمبياد باريس استعداد قوي جدا أو على قدمه ساق لكل رياضي مشاركة في هذا الحدث أو حكم صحيح بالنسبة إننا إحنا للحكام استعدادنا قوي جدا وبلش من تقريبا من سنتين من مراحل الاختيار لحد موصلنا لمرحلة الاختيار النهائية للحكام الأولمبيين وتم اختيارنا وهنا بلجت الاستعدادات خلينا نحكي للنفسية والجسدية والحدث الباريس يمكن نفسية هي أكتر إشي الواحد بدي تحضر له فيه حدث مع أنه أنت تواجدك مش الحضور الأول في بطولة كبرى يعني أنت حكمت أيضا في بطولات كبرى وبطولات عالمية بتحس الضغط نفسه موجود والتوتر مستوى التوتر أو أنه أخف شوي بما أنه عندك تجربة عالمية الأولمبياد حدث آخر الأولمبياد بشكل عام حدث آخر لأنه هي يجمع جميع الرياضات وهو أهم حدث رياضي بصير على مستوى الرياضة بالعالم كلها طبيعة المباريات طبيعة اللاعبين طبيعة الجمهور المقاعد المشاركين الحضور هذه بتعمل ضغط لكن إن شاء الله يعني إحنا والزملاءنا نقدر إنه إحنا نسيطر على هذا الموضوع الضغط إن شاء الله هي بتخيل بعد أول مباراة هيك بتخف حالة التوتر بس هو التجربة الأولى في حدث كتير كبير زي الدقيقة الأولى مثلا لما أطلع أنا على الهواء هيك بعدين بخف التوتر 100% هي البداية دائما صعبة بس مدرد ما نخرطنا بالحدث إن شاء الله أن الأمور والاستهدادات كلها إن شاء الله طبعا حضرتك ما شاركت بس ببطولات عالمية أنت حصلت على جائزة أفضل حكم في بطولة العالم للرجال والسيدات 2023 في باكو وكمان أخذت أفضل حكم في العالم تراكم هاي الخبرات كيف بتقوم باستثماره في خدمة اللعبة على الصعيد المحلي التايكواندو اللي هي الرياضة الأفضل إنجازات خليني أحكي على مستوى الأردن نعم ما صرت التايكواندو يعني الاتحاد الأردن بيشتغل بشكل مؤسسي وزاد الاهتمام في موضوع التحكيم والمدربين واللاعبين ليس فقط اللاعبين فهذا أدى إلى إنتاج عناصر جديدة عم تشتغل لمصلحة اللعبة وانتشار اللعبة وتحفيز للناس على أساس أنه تشارك تصير حكام تصير مدربين لاعبين فهذه الإنجازات بتزيد من طموح الشباب وهي كانت عبارة عن تراكم صحية جائزة فردية لكن أنا أؤمن أنه هي عمل جماعي لكن بالنهاية الجائزة بتكون فردية وهي أجت من التسلسل لأنه أنا كنت لاعب ولعبت في المنتخب الوطني سابقا بعدين اتدرجت صرت حكم وطني بال2010 أخدت حكم وطني داخل أردن ظلتني اتدرج بالتحكيم لل2017 عمين ما حصلت على الشارة الدولية بعدها ظلتني أشارك في البطولات اللي هي خلينا نحكي مصنف من الاتحاد الدولي ولكن ليس بطولات كبرى لغاية سنة 2022 شاركت في بطولة العالم للناشئين والكدت كانت في صوفيا بعدها تم اختياري للمعسكر الأولمبي لاختيار الحكام الأولمبيين طبعا إحنا بالتايكوندو لدينا 8000 حكم دولي بالعالم فتم انتقاء 280 حكم للمشاركة في المعسكرات واختاروا مننا 58 حكم تصفيه يعني زي التصفيات تصفي بالضبط اختاروا مننا 58 حكم 58 حكم دخلوا باختبارات في بطولة العالم بلشت في بطولة العالم الحمد لله اللي حصلت على جائزة أفضل حكم فيها بعديها على بطولات الجائزة الكبرى وبعديها التصفيات الأولمبية في هاي السنة وتم اختيار منهم 26 حكم اللي هم 13 شب و13 بنت جميل طيب دايما اللي بيكون لاعب دايما يمكن لما بيقرر خلص ما بيديو يلعب توجه دايما للتدريب غريب اخترت التحكيم ليه؟ هلا يعني هذا سؤال صعب يمكن أنا ما مش مش عارف جوابه لكن أنا أعشق التحكيم وأنا كنت لاعب يعني أنا بحب الحكم منظر الحكم داخل الحلبة وطريقة تحركه ووجوده وإله دور مهم في نجاح اللعبة فما بعرف يعني حبيت التحكيم انخرطت فيه وجدت نفسي في التحكيم طبعا يعني أخذت جائزة أفضل حكم في العالم كيف نعكس عليك هذا الإشي خصوصا وإنه التركيز دائما بيكون على إنجازات اللاعبين والمدربين بس لا فيه تركيز على إنجازات الحكام وأنت تتوجت بإنجازاتك وأخذت جائزة أفضل حكم الحمد لله رب العالمين الإنجاز شيء حلو كان لاعب أو مدرب أو حكم لكن التحكيم إنعكس على موضوع التحكيم بشكل عام صار اهتمام في موضوع التحكيم جميل لما أنت تكون شخص خد جائزة عالمية والحمد لله رب العالمين يعني كنت أول حكم أردني في جميع الرياضات بحصل على جائزة عالمية فهذا الحكي شجع حتى زمناء الحكام في الرياضات الأخرى بأنه يطوروا من أنفسهم وبالتايكواندو كمان يعني للأمانة إحنا عنا نخبة من الحكام في التايكواندو أو الرياضات الأخرى لكن تايكواندو تحديداً لأنه أنا متابعها كتير أو أنا من عنصر من عناصر هاي اللعبة أن حكام مميزين جداً ودائماً بحصلوا في البطولات اللي بشاركوا عليها على جوائز أفضل حكم جميل أنت مش بس جائزة عالمية كمان جلالة الملك قلد كوسام التميز من الدرجة الثالثة في عيد الاستقلال قديش مهم للرياضي إنه يحظى بمثل هذا التقدير يمكن هذا أعظم إنجاز ممكن أحصل عليه وكونت سعيد جداً 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 أو تكريم من جلالة سيدنا كانت لفتي جميلة أول شيء من سيدنا جلالة الملك وهذا دليل أنه متابع لجيل الشباب كامل في جميع المجالات ومنها الرياضية فكان شعور جميل جداً إنه هو كان تكريم مميز ولغاية الآن ممكن ما بقدرش أوصف الشعور لحظتها فكان يعني من أهم الإنجازات في حياتي نعم طيب أنت لعبت بفترة يعني منحكي عن فترة بعيدة شوي عن الفترة الحالية شو بتحس الأمور اللي تغيرت أو فرأت من الفترة اللي أنت كنت فيها لاعب عن الفترة الحالية وخلت الإنجازات في رياضة التايكوندو تكون بهذا العدد وبهذا المستوى أكون صريح جداً في الموضوع هذا الاحترافية في العالم الآن في احترافية بالعمل وليست على نظام الهواء التايكوندو ليست هواية الآن في الأردن هي عمل محترف بنظام مؤسسي لأنه سمو الأمير راشد رئيس الاتحاد التايكوندو سمو الأمير الزينة متابعين التايكوندو خطوة بخطوة فهذا طور منها من عمل كهواة إلى احتراف فانتشرت اللعبة وصار إلها إنجازات وأحنا نمتلك بالأردن خامات ممتازة جداً لكن برجع أؤكد لك أنه إنجازات التايكوندو جاءت من خلال العمل المؤسسي الكامل من أندية للإتحاد لللاعبين لأولياء الأمور لانتشار اللعبة للإنجازات لو وصلنا للإنجازات كانت على صعيد اللاعبين والمدربين والحكوم جميل يعني يمكن منلاحظ أنه رياضة التايكوندو انتشارها عم بزيد وبسرعة كتير كبيرة ما فيه يعني منقدر نقول 90% من بيوت الأردن إلا يكون فيها طفل بحب التايكوندو أو مسجل بمركز تايكوندو لأنه بده يتطور في هذه الرياضة فشوي عم بتصير رياضة شعبية أكتر من زمان الإنجاز الإنجاز هو الأساس بخلق الشغف عند أي إنسان ممكن يمارس رياضة فهذا الشيء هو اللي حبب الناس بالرياضة تايكوندو وانتشارها وجود زي ما حكيت لك وجود أننا احنا بالأردن خامات ممتازة بجميع العناصر مدربين وحكام مدربين أننا مدربين ممتازين رياضة التايكوندو الشيء المختلف رياضة أخلاقية وفيها ضبط نفس نعم هي رياضة قتالية لكن فيها ضبط نفس وتعتبر من الرياضات الجنملة اللي بتنمي الإنسان جسديا وفكريا صحيح ويمكن رياضة التايكوندو بالإنجازات اللي حققتها بالأولمبياد رفعت صقف الطموح وخلتنا كأردنيين إنه لا إحنا قادرين وعنا المواهب وعنا الخامات اللي بدها توصلنا لتحقيق إنجازات بهذا المستوى يمكن زمان ما كنا نفكر بهذه الطريقة إنه لا وتقول مستحيل إنه كيف يعني إحنا من نجيب ذهبية أولمبياد بس رياضة تايكوندو فتحت هذا الباب بالضبط رياضة تايكوندو زي ما حكيت لك لأنه بتشتغل بخطوات ثابتة بتشتغل بطريقة مؤسسية بتشتغل بطريقة بتدعم جميع العناصر الدعم موجود لجميع عناصر اللعبة مش اللاعبين فقط مش فقط اللاعبين فهذا بينمي المنظومة بشكل عام فلما أنت توصل للإنجاز الإنجاز دائما يعني بنتشر في جميع العالم فإنت الإنجاز هو محفز للشعب أو الطفل وبخلق نوع من الشغف أو الحماس فما في صار ما في شي بعيد يعني بالنسبة لأي رياضة بيلعب تايكوندو ما بيحكي لك في شي بعيد بأي كان عنصر من العناصر الإنجازات موجودة العوامل موجودة فإن شاء الله كمان المزيد يعني إن شاء الله المزيد حتى هذا بيصف يحافز لبقية الرياضات يعني بتحس بتصين الناس ظاهر من بعض إنه تايكوندو يدروا يحققوا برفع مستوى التنافسية فبيخلي الرياضات الأخرى تشتغل على نفسها كمان إنه لا زي ما هم يقدروا إحنا أكيد من نقدر بالضبط مي بالمي هي خلقة روح التنافس يعني هي بدأت بتايكوندو من خلال الإنجازات لكن الآن إحنا منشوف عدة رياضات قاعدة عم بتحصل إنجازات لأنه نخلق روح التنافس إلا إنت بإنجازاتك لا أكيد خلقت روح التنافس الناس صارت بدأت تفوت عالم التحكيم وتتنافس فيه أنا نصيحتي لأي شخص أو أي حكم تايكوندو ما في شي بعيد عمل متابعة مثابرة وما في شي بعيد وإحنا الأردنيين بحكوا يعني عنا عزيمة عنا عزيمة يعني لما نحط هدف في إباننا وننشتغل عليه لأنه بصراحة هاي رؤية اتعلمناها من قيادتنا الهاشمية يعني إحنا الآن نحكي عن الرياضة عنا سمو ولي العهد سمو الأمير حسين رياضي صحيح جلالة الملك عبد الله الثاني رياضي جميع العائلة الهاشمية داعمين للرياضة في جميع المجالات كانت بالتايكوندو أو كرة القدم أو الجنباز أو جميع الرياضات يعني هاي حافز لجميع الشباب أساسا أنه ينتبهوا أنت تحت المجهر لكن بحاجة إلى عمل وجده مثابرة نعم من خلال خبرتك الكبيرة بالتايكوندو كيف بتشوف حظوظ نجوم المنتخب الوطني في أولمبياد باريس إن شاء الله إحنا يعني الأردن تعتبر الآن مدرسة بالمدرسة التايكوندو في العالم يعني أن الكابتن فارس العساف أكيد يعني هو يعتبر من أفضل مدربين العالم يعني بوجد نظري ممكن أفضل مدرب بالعالم خلنا نحكي إحنا بشكل عام من أفضل مدربين للعالم وعم بيستعدوا للشباب للأولمبياد في برنامج محترف جدا يعني بحكم أنه أنا متابعة لرياضة تايكوندو بشوف ممكن التفاصيل عند الكابتن فارس والشباب المتأهلين لكن التايكوندو كانت سباقة أنه تأهل أربع لاعبين صحيح أول أول مرة بتصير يعني إحنا أولمبياد ريوت أهل لنا لاعب أولمبياد توكيو تأهل عنا اثنين المرة هاي فالعدد قاعد عم بزيد والكان اللافت هاي السنة بالتايكوندو أنه عنا ثلاث لاعبين اتأهلوا بالتصنيف العالمي يعني هم من أفضل خمس لاعبين منصنفين عالميا وفي عنا اللاعب الرابع راما أبو الرب اتأهلت من خلال التصفيات بقارة آسيا صحيح وقارة آسيا تعتبر القارة الأقوى بالتايكوندو يعني الإنجاز مش سهل مشان هيك حضوضهم إن شاء الله إن شاء الله يعني حضوض الأردن بالأولمبياد يعني الحضوض موجودة للأمانة للشباب تأبوا والجميع تأب والجميع بيخطط إن شاء الله أن الحصول نطلع نتوج بأكثر من مدالية إن شاء الله في الأولمبياد إن شاء الله وإن شاء الله أنه مش شيء بعيد ويعني توفيق من رب العالمين وإن شاء الله وإن شاء الله يا رب يعني تكون الإنجازات للأردن بجميع الرياضات وتحديداً تايكواندو يكون لها الحصة الأكبر لأنه عددها هي الأعدد الأكبر إن شاء الله الأردن بيكون لها الحصة الأكبر بجميع رياضاتها في هذه الميداليات نتمنى لك كل التوفيق في تجربتك في أولمبياد باريس أكيد سنظلنا متابعين معاك ونشوف شو أخبارك في هذه البطولة ويعطيكم ألف عافية على كل الجهود شكراً لحضورك معنا كبتر أهلاً لكل الاحترام إذن لهم يكون يوصلنا لنهاية حلقتنا من أكستر تايم لهذا الأسبوع أكيد لقاءنا بجدد معكم يوم الجمعة المقبل إلى اللقاء